ترجمة نانسي قنقر 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 والمدرسة وبرك السباحة وكيفية التصرف في حالة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والتلوث الأشاعي وغيرها فضلا عن التقديم عبر المنصة لمشروع التطوع في خدمة الدفاع المدني المنصة الوطنية للحماية المدنية هي منصة قيمة وذو قيمة عالية من حيث المحتويات هي تشمل جميع أنواع السلامة العامة الكوارث الطبيعية الحماية من الحريق الإسعافات الأولية بكوني أشرف على عدة عقارات سوف نعمل ونبذل أقصى جهودنا لنشر هذه المحتويات ونشكر الإدارة العامة للدفاع المدني على تواصلهم المستمر معنا وإطلاعنا على جميع المستجدات التي تطرأ أولا بأول وعلى جميع المعلومات المنصة الوطنية للحماية المدنية بشراكة مجتمعية تساهم في زيادة الوعي لدى المواطن والمقيم وتشارك الجهات الأمنية بخاصية التطوع في المنصة وبالإمكان للمواطن أو المقيم التطوع بتطوع مختص بما يشمله من قدراتهم أو كتطوع عام بمساعدة الجهات الأمنية بما يقدرون عليه وتأتي هذه المبادرة لزيارة الوعي والسلامة الأمنية في مملكة البحرين إن التوعية المبنية على قراءة المعطيات واحتياجات المتلقي ومتطلبات السلامة تعد الطريق الأمثل لمواجهة المخاطر إذ إن الوعي والتصرف الآمن بمنزلة خط الوقاية للمجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر